هناك مشكلة كبيرة للمنتخب البرتغالي لأنه بالنسبة لينا اليوم مثلا ناخده كريسيانو اليوم عشوق الجماهير ومحبوب الجماهير اليوم بالنسبة لكريسيانو هل هو حل أم مشكلة بالنسبة للمنتخب لأنه اللعب لما يتقدم في السن هي إما العطاء بتاعه يكون الغزير باش يكون هو قائد المنتخب ما نحكيش على الفريق نحكي على المنتخب العطاء بتاعه معانتها أفضل لاعب يقدم يستجل أفضل أهداف وهو أهداف الفريق في بطولات الكبرى لكن اليوم في 22 شاهدناه حتى على ذكة الاحتياط ما قدم مولا الشريفة على المنتخب المتاعه في 24 في بطولة أوروبا تقريب في 3 مباريات ما قدم مولا الشريفة المشكلة كبيرة اللي هنا المشكلة كبيرة أنه عنده لعبين على ذكة الاحتياط ما يلعبوش معه يبقى بستة سبعة ثمانية ما واسه ما يلعبوش مع كريسيانو هنا بالنسبة لي هنا لازم نظرة نظرة المدرع هل كريسيانو وين رايح مع المنتخب عمره 41 أو 40 سنة هل بش يبقى بكأس العالم القادمة هل بش يلعب بطولة أوروبا هذي مشكلة لأن اليوم أنت ضحي قاعد بلاعبين صغار بالمناسبة أمام كرواتيا سجل وأمام اسكوتلندا سجل أنا لحكي لك على كأس العالم ومطولة الإخلانية طيب أنت قدمت فرضيتين أما أن يكون حل أو أنه عبء على الفريق طيب ليس ممكن أن يكون هناك فرضية ثالثة نسموها عام المساعد مساعد إذا هو يقدم في مستوى كبير واختيش يساعد اللاعب الكبير واختيش أنه ناخد اللاعب 37 و38 و39 و40 لما يمروا فترة جيدة فمروا فترة جيدة ناخدوا معايا نستغل الفترة لكن كريسيانو في المكاس العالم 22 وفي بطولة 24 ما قدم ولا شيء المنتقب على حساب اللاعبين على ذكة الاحتياج هل نحبوك كريسيانو اللاعب كبير اللاعب قدم لا أنت تتكلم كرة كابتل طيب أنت وجد نظرك هو حلو اللاعب بشكل مباشر بالنسبة لي أنا كمدرب اليوم نشوف أنا كريسيانو حاليا بصراحة أصبح عب على المنتخب البرتغالي طيب ومشكلة حتى للزملاء حسب رأي شخصيا نشكر كابتن هيتم في هذا الموضوع يوتار حديث كابتن طارق يوتار هو كابتن طارق قدم فرضيتين حل أو عبء ونقدمت فرضية ثالثة عامل المساعدة أنت مع أي الفرضيات فرضيات ثالثة لأن أنت أن تقترب من الأربعين عاما ولا يزال لديك الشغف والطموح والدوافع فشيء عظيم آآ شيء نادر حدوث شيء صعب تحقيقه رونالدو فبراير المقبل يتمل أربعين عاما وشوفنا الأرقام اقتل لعب لعب مدرات دولية اقتل لعب سجل أهداف دولية هداف الشامبيون سيك أرقام لا حصرة لها أنا أشوف أن في كغس العالم في قطر عشرين 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 زم قال كابتن طارق كثير مشكلة بين فرناندو سانتوس وكريسان رونالدو خلاص شهر العسل اللي كان بينهم اللي كان سنوات وسنوات وحاقوا فيه أمجات بتحقيق اليورو عشرين سبتاشر في فرنسا وتحقيق دول الأمم الأوروبية في عشرين ساعتاشر ومسيخاتها الأولى انتهى وأصبح هناك عدة مقناعة من فرناندو سانتوس بما يقدمه كريسان رونالدو وخصوصا بعد المشاكل دخل فيها مع مانشنسا يونايتد واتسينهاخ عشان كده كان بيشارك مش بشكل أساسي وكان على مقاعد ودلاء وكلنا شفتنا بوكاؤه بعد الخسارة أمام المغرب الحل السحري اللي جاء كان روبيرتو مارتينيز لأنه هو الرجل مقتنع برونالدو كتير جدا وقعادوا مرة أخرى للتشكيلة الأساسية واعتمد عليه بشكل كبير والنتائج اللي بيحققها روبيرتو مارتينيز مع منتخب برتغال نتائج غير طبعية لما تلعب اتنين وعشرين مباراة تفوس في التمنتاشر برقم كبير جدا بنسبة واحد وتانين في المية أي مدرب نجح بيبقى نسبة تنصاراته ستين سابعين ماكسما عندما واحد وتانين في المية واللا اربع مرات تانين خسروا مع افريقا ما متعدلش لكن كابت انتار قضياء اشار للنقطة لابد ان تأخذ في عين الاعتبار كابتن هيتم اين البرتغال في البطولات الكبيرة على مستوى اعتلاء منصات التتويج صحيح في قطر شفنا ماذا فعلت البرتغال والخسارة امام اسبانيا في اليورو في عشرين عشرين خسرت وكلنا فاكين بضربات ترجيح امام فرنسا تقدرش تقول مدرب انه خسر بضربات ترجيح يعني دي حظ ممكن زي ما احسرت ممكن اكثر انما انا اشوف ان النتائج اللي بيعملها روبيرتو ماتينيز مع متخبتغال نتائج رائعة وقال ما هو بحق الترجيح في البرتغالش تلومي وانا اشوف كمان ان هو العلاقة بينه بين كريستيان ورونالدو علاقة قوية لا شك كريستيانو مش جول برتغال بس ده عن مستوى العالة انت لو كلمت عن كريستيان ورونالدو اقولت حاجة شوف الهجوم اللي ممكن يحصل عليك شأنه شأن ميسي شأن نايمار شأن العيبة التيرة محبوبة على مستوى العالم فانا اشوف ان منتخب البرتغال الحقيقة مع روبيرتو ماتينيز يسير بشكل جيد جدا في التصوات ولكن تبقى النهائيات هل هيقدر يحقق اليرو هل هيقدر حقق كاس العالم السي ماركي سيانوالدو واضح ان هو عاقد العزم على ان هو يشارك في كاس العالم في امريكا عشرين ستة عشرين طالما هو يشارك في التصوات طالما هو يلعب مباريات بالصفة أساسية السؤال هل منتخب البرتغال في احتياج لодар Ronadu الإجابة نعم ولكن هل Cristiano Ronaldo لازم يلعب مباريات كلها بدون شكل الإجابة لأ في اوقات معينة لازم استعين بيه في اوقات تانية لازم أريحه في اوقات تانية لازم يبدأ كبديل ويشاركه كاساسي في اوقات تانية لازم ينزل في اوقات معينة من المبارات وخصوصا ان انا شايف ان اللحمة بينه بين بعض اللاعبين في المنتخب البرتغال مزي فرضية حب اللعيب الارجنتين لمسي. يعني لما تسأل حد في الارجنتين هو بيلعب عشان بلده وعشان مسي. خلي بالك. احشان مني. انما اشعر بنوع من الغيرة نوعا ما في المنتخب البرتغال. بوص لي احنا مش عايز يلعب له. بوص واحد بيتدور على نفسه. انما في الارجنتين زي ما مسي بين موقع نفسه عشان المنتخب تسنبه. اللعيب هتحس انها نازلة. شوف لو حد بخبط نفسي ولا حاجة. شوف اللعيب الارجنتين بتطعها ليه تامي في ايه. عايزة سماوته. هتشعر. تشعر ان فيه اختلاف. ولكن انا اشوف انه من الواضح ان كريسيان ونالدو تفكيره وكاس عالم في امريكا عشرين ستة عشر. طيب. مريد ان اكتير شيء اخر بما انك انت بدأت هذا الموضوع كابتن طرق تم يتعلق بالتتويج المنتخب البرتغالي. انه يملك جيد من افضل اجيال المنتخب البرتغالي. اختيار المدربين ماذا قدم روبرتو مارتينيز لواحد من اهم اجيال كرت القدم في بلجيكا. صح? ممكن ممكن قابل لنقاش الموضوع. والله بالنسبة لينا المنتخب البرتغالي في دورة المجموعات باللاعب من هذوما حتى بيدوا المدربة ترشح. وش حاش بروبرتو مارتينيز. بالنسبة لينا روبرتو مارتينيز ساهم في ضعاف المنتخب البرجيكي. نمر. 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 نذكر انتي اعزار. ايه? لعب اربع مبرايات مع ريال مادريد. صح ولا? اربع خمسة مبرايات مع ريال مادريد. كان دون مستوى وسيء. خلق المنتخب. ولعبه اساسي. وقائد فريق. وين وصل المنتخب بالله. نتقي منك عاش العالم قطر. اه اه اه. خروج من الدور الاول. اه اه. في روسيا مركز تانيز. مش عال روسيا نحكي لك عالما رأي هذي. اه في قطر خزر. خرج من الدور الاول. خرج من الدور الاول. بالنسبة لينا قوة المدرب وشخصية المدرب انه فيه سعاء فيه في بعض الفترات لازم تتحان مسؤوليتك. ولو حتى امام لاعب كبير. لنها قوة المدرب. اليوم الكريسيانو انا بالنسبة لي انا تقييم الكريسيانو في البطولات الاخيرة. اذا تعطيه علامة. في كاس العالم في بطولة اوروبا. ما تعطيش حقها ثلاثة اربعة على عشرة. يعني اللعب هذي ما قدم ولا شي. لما اللعب ما يقدمش. هذا بش يضره المنتخب ويضرني انا. ولهذا لما تقوله والله المنتخب في دولة المجموعات. معايا المدرب هذي عمل معتها اشياء كبيرة وغريبان فريق يلعب بدون مدرب. دولة المجموعات بدون مدرب. تقدر تفوز وتقدر ترشع. لكن في البطولات الكبيرة البرتغال مش موجود. اذا قيمه اللاعبين بتاع البرتغال. قالوا كريسيانو اقل لعب العطاء مطاعه. ليس لانه لانه تقدم في السنة. اربعين سنة راهو. يزننا نكونوا عقليا. ويزننا ما خفوش من انتقاد. كريسيانو عمل كل شي في كورة القدم. لكن اليوم الحاضر هو المستقبل. وين ماشي كريسيانو مع المنتخبة البرتغال. نحبوش يلعب على الحساب المنتخب. يعني مش في صالح. اليوم يلعب على حساب المنتخب على حساب اللاعبين الآخرين. اليوم لو تقل لي راس حربة في المنتخب البرتغال يعطيني راس حربة اخر. ما تماش. ما تماش راس حربة اخر. نعم. هينا موسعى لدكة الاحتياط وحتى مع باريز مسكين مع اشياء. يعني مش قاعد يخلف فرصة متاعه مع المنتخب. سمش هناك مبارية الاخيرة في بطولة اوروبا. صور كيسيانو مخلاش ولا دقيقة. وهو كان دون المستوى. ولا دقيقة مخلاش. يلعب حتى في الوقت الاضافي يلعب اساسي. يعني كبيرش لاعب. لاعب عمره اربعين سانة. حتى الوقت الاضافي. ولاعب ما قدمه ولا شوية تعطيه. ولاعبين عند دكة الاحتياط. اقل لاعبين ما لعبوش وهذا الشيء من السؤول على المدرب. طبيعي. هذي قوة مدرب. انا نحب مدرب قوية عنده شخصية. بالنسبة لينا لما تاخذ عزار. وما لعبش مع ريال. وكان دون المستوى. طبيعا نكتخذ كريسيانو. يلعب ويستجل مع الفريق المتاعه في الدورة السعودي. وهذا بالنسبة لينا المدرب الكبير اللي يتحمل مسؤوليته. قال انه اللاعبين غيرين منه. لا مش طيب نصافر معك. وبيك لسبانيا لجمال جمالي ونرجع لك. اوكي.